الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يصلون واحد المصلين عند سجودين يسجد على دبر اللي أمامه هذا سنة عمر هذا ليس بصحيح هذا سنة عمر إن الرجل كان بل أمرهم إذا كان هناك ازدحام في المسجد فيجثوا بعضهم على بعض فهذا ليس إلا على دبره على دبره صحيح كلامك صحيح هذا كتاب المصنف لعبد الرزاق السنعاني وهو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن حمام السنعاني بل للحافظ أبي باك عبد الرزاق بن حمام السنعاني تبعه 1403 في المجلس العلمي في بيروت في هذا الكتاب لو نراجع إلى سفر 234 234 244 رقم الرواية 5469 عبد الرزاق المعمر عن العمش المسيب بن رافع عن أمر بن الخطاب قال من اشتد عليه الحر يوم الجموعة في المسجد فليصلي على ثوبه ومن زحمه الناس فليسجد على ظهر أخيه إذا كان هناك ازدحام من الناس في المسجد فليسجد على ظهر الرجل الذي هو أمامه وهذا بل إخواني العزاء إن هذا السنة الآن ترونه في المملكة العربية السعودية أحيانا في المسجد الحرام أو في المدينة المنورة فإنهم يسجدون على ظهر الذي أمامه هذا من فعل أمر لأنه كان يرغب أن يجثو الرجل على الرجل أن يركع الرجل على الرجل مع الأسف الشديد حين العبادة والعبادة لله إن أمر من الخطاب يفتي بأن السجود لا يجب في الصلاة وأنا أريكم ذلك وبعد ذلك أجيبوا على اتصالاتكم هذا كتاب المصنف لابن أبي شيبة هذا كتاب المصنف لعبد الرزاق السنعاني ليس لابن أبي شيبة مصنف الجزء الثالث طبعه 1403 في المجلس العلمي في بيروت في هذا الكتاب لو نراجع إلى صفة 341 341 رقم الرواية خمسة آلاف ثمانمية خمسة آلاف ثمانمية وتسعة وثمانين يروي بسند مذكول عن عبد الله ابن ابن الحدير أنه حضر أمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس مع حتى إذا كانت الجمعة القابلة قراءها حتى إذا جاء السجدة قال يا إيها الناس إنما نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصابه أحسن ومن لم يسجد فلا يتم عليه قال ولم يسجد أمر قال ابن الجريج وزاد النافع عن أمر أنه قال لم يفرد السلوج سجود علينا إلا أن نشاء